السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام على ابن سيرين الأرض في المنام تدل على الدنيا وفسر قدرة تساعها وضيقها وقطعة الأرض الواسعة في المنام سعة في الدنيا ورزق وقطعة الأرض الضيقة في الحلم رزق أقل وضيق في الحال وقد دل السماء على الآخرة لدلالات الأرض الدنيا والله أعلم يقول ابن سيرين شراء الأرض في المنام يدل على الدنيا فمن اشترى أرضا مجهولة في الحلم غني إن كان فقيرا وتزوج إن كان عزبا وطرق إلى ماء سلطة إذا كان متوسطا وحلم شراء الأرض في المنام قد يدل على شراكة أو مصاهرة مع أصحاب تلك الأرض فيما بيع الأرض في المنام قد يدل على الطلاق أو الفراق بين الرجل وزوجته وقد يدل على خسارة العمل فمن باع أرضا أو انتقل إلى غير أرضا في المنام قد يكون مجهولة فهذا دليل على الفقر والخسارة فيما حرط الأرض في المنام يدل على الزواج للعزباء وللعازم ورؤية الأرض المحروطة في الحلم قد تدل على الزواج من إمرأة طيبة وقيل الأرض المحروطة في الحلم تدل على حمل الزوجة والله أعلم فيما الأرض في المنام للعزباء قد تدل على الخير والتوفيق إن كانت مزروعة وواسعة ومنبسطة ورؤية الأرض الزراعية في المنام للعزباء تدل على اللحظات السعيدة القادمة إن شاء الله الأرض في المنام المتزوجة ترمز لحالها مع زوجها ورؤية الأرض الزراعية في الحلم المتزوجة تدل على طربية أبنائها ورعاية بيتها أما الأرض البورو أو القاحلة في الحلم للمتزوجة فقد تدل على الآخر الحام ويقول ابن سرين أن خصف الأرض في المنام يدل على عذاب من السلطان ينزل في ذلك الموقع والزلزال في المنام عموما ظلم الملك لرعيته أو فتنة تقعه أو مرض يصيب الملك فيما قال ابن سيرين إن إن شقت الأرض في منام ولم تخرج من باطنها شيء ولم تبدأ لشيئا على ظهرها فذلك حادث شر يصيب المكان ويقول النبولسي أن شق الأرض في المنام دليل على البذع وإظهار المحرمات فيما يقول ابن سيرين من رأى الأرض خسفت به وابتلعته في الحلم فإن كان صاحب سلطة تزازعت سلطته فيما يقول ابن سيرين أن من رأى الأرض تكتمل إن كان كلامه خيرا نال الرأي الخير في جينه ودنياه وإن كان كلامه توبيخا فهو ماله الحرام الذي يكسبه فيما يقول ابن سيرين أن المشي في المنام طلق طلب للرزق ومن رأى نفسه يمشي مستويا فهو يطلب شرائع الإسلام ومن رأى أنه يمشي على الأرض المفروشة في المنام ذلك ذليل على الراحة والحصول على الخدمات من الناس حوله فيما رؤية الأرض لمحشرة في المنام دلالة على حفظ الأسرار والغنى والأمن والصدق هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام